انا فكرتي كانت ان موقع الجمالتك كان كله بالعربي فانا كنت احبى نوسع الريتش بتاعنا لاماكن مختلفة غير الوطن العربي فكنت احبى اترجم السايت بالانجليش وانا كنت برضه فاكرة موقف كنا في ميتنج مع الباشمهندس وانا بقى ايه انا زاد مني الموضوعه جدا انا قلت له انا نوسع الريتش بتاعنا احنا نعمل فرع الجمالتك على الامر او كان انا بيتكلمكو على افكار او حاجه زي كده كان بيكلمني على افكار وكننا بنتكلم برضه على حوار الريتش وزي نوصل الناس اسمي الجمالتك وانا قلت له بس نعمل فرع الامر فانا النهاردة مشرفني في جي كاست جمالتك طبعا مويا زيك مويا بقة خي leaks انا مويا سللما عندي 16 سنه وانا ايG س تىودنت وقالي في الجمالتك من 2019 يعنى حوالي كده 3 سنين اربع سنين داخلين في اربع سنين σε 3 سنين او from 4 سنين فا تكلمينا بقى عن فترة الامتحان او استعدادك لي اصلاه؟ هو بالنسبة لك كان لها افكار ازاي؟ هو الامتحان كان هو كان على الورق فهو كان معظمه كان مثلا تريسنج او لوه تدتكت الارر فانا حبيت اخد المذاكرة من ستاب 1 اللي هو كتابة الكود ذات نفسه فكنت بكتب الكود وبعود كاني بعود عيني على الحاجات المفروض تبقى صح يعني مثلا اماكن السيمي كولنز الاف بتقفل منين وبتفتح منين وعلى حسب الشرط وكده فلما دخلت الانتحان حسيت ان انا متعودة على الحاجات شكلها المفروض يبقى اعمل ازاي ما انا شعور بتكتبيها دي يعني بتكتبيها؟ لا اه بتكتبيها على الكمبيوتر يعني اه بالضبط و بس فكت عيني متعودة على اماكن الارر ازاني لما كنت بعمل رون ويطلع لي ارر فكنت باشوف الارر فين وبعرف مثلا ايه لو البرامبسيز مفتوحة من هنا لأ يبقى فيه ارر او كده طيب في الكنسيط نفسها بتعت البروجرامنج يعني احنا كان معنا قبل كده الناس وكان عندهم مشكلة لما جون في الامتحان ايه ده؟ ده الامتحان طلع فيزيز مختلفة وطلع مش عايبش رافي العامل ازاي ده انا بقى ده نسيت الكون انا الحاجات دي يعني لما بحب اترجمها العربي عشان بحس ان العربي يعني مهما كنت كويس في الانجلش بس لو كانت الموتر لانجوش بتعتك عربي فانت اسهلك لانت ترجم كل حاجة بتاخدها العربي عشان تعرف تحس تحس بالمكتوب يعني مثلا لو اف اف كوماند مثلا وجواها كونديشن او كده بحب ترجمها العربي اقول مثلا لو حصل كذا كذا حيحصل فتبقى اسهل بالنسبالي كأني بكلم نفسي مثلا او التفكير فيها بشكل عربي بيخليها منطقية اكتر بالنسبالي او بالضبط يعني غير لما اقول اف ومسلا كذا 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 فانا كده انا مش فهمة مش فهمة ايه اللي بيحصل فلما بترجمها كأني بكلم حد او بكلم نفسي فأكيد بتبقى اسهل او فالامتحنت قريبا انتي جبتي المية في المية من اول مرة لا هو كان عادي هو انا انا كنت متقبلة ان مثلا ممكن ما جبش مية في المية لا كان عادي بس هو يعني الحمدلله جبت مية في المية فديكت حاجة كويسة بس يعني مثلا اكيد يعني مش متقبلة اجيب درجة قليلة او يعني بس متقبلة مثلا غلطة او غلطتين او مثلا او تسعة تسعين او مثلا ماشي بعد الامتحان بتدخلوا في بطرة التدريب او الانترنشيب او وانتي دخلتي في الاتا اناليسيس صح كده ايه خلينا كده بقى ايه نستيب بورد كده ونفهم اصلا يعني ايه اصلا داتا اناليسيس هو الاتا اناليسيس انت بتحلل information بتحلل معلومات بتشوف ترينز بتشوف حاجات بتحصل متكردة وبتحاول تجيب منها conclusion تحاول تستنتج منها حاجة عشان انت لو شغال مثلا في بيزنس تعرف تديه فيدباك انه ازاي يشغل البيزنس بتاعته ازاي يعلي من السيلز وحاجات زي كده لغه الست دي اللي هي الكل كورس تاعتك هي بعيده شوية عن داتا اناليسيس فنه ايه ايه ليش ابدا ؟ من غير وتتعلم سيد بقى امتى انت بتتعلم من حاجات ثانية complicated اكتر مثلا كان بيزن ببايثن وهو يعني انا حسنت بيزن سراحه اسهل اللي هو مش محتاج يعني مثلا السي كنت بتحط سمي كولن لن بايثن لا مش محتاج سمي كولن بس هما كل البروغرامنج لانجوجز قريبه من بعض بسنة في الاول في الاخر محتاج البيسيز بس يعني طيب انا ممكن اتعلم بايثن على طول وابقى شعوطي رعادي وما باشت يعني في الاول وفي الاخر بتبقى الحوار حوار كونسيبت مش حوار لغه معينه فانت الكونسيبت لما يبقى عندك ثابت وكويس بتقدر تستعمل بأي لغه طيب انت عارف انا بعمل ايه كالي انت عايز توصله في الاخر ده ممكن توصله بأي لغه انت عايزة على اساس الاسهل يعني دراست ال اي جي هي حاجه صعبه معروفه عن الناس كلها نديات حاجه سبيسيفيك قوي ومش كل الناس بتبقى ادرا او كيبيبول ان هي تنجح فيها بشكل كويس فانت ازاي كنت بتدريسي كده وكنت في نفس الوقت بتدريبي بروغرامنج كمان انا عرفت ان انت اصلا كنت كنت سبورتيف بانت بتدريبي كمان حاجات فالماكس ده ازاي حصل خصوصا كمان ان ممكن اهلك يمنعو فطب يا بنتي ما تركزي في كراستك اللاه انت بتلعبي وراحت اخديري كورساتي مش عارف ايه فما تركزي في حاجه واحده لا اول فكرة هو ال ايدي او اكبر ميزة فيه اللي انت ممكن تختار الكريير باث بتاعك مثلا من اول سنة من اول سنة مثلا على عكس الناشنل بتبقى يحتاج الاول تيقض مواد ادبي وعلمي بعدين تكرر حتى تخش ادبي ولا تخش علمي بعدين حتشوف بقى لو علمي تخش ادبي او رياضة او علوم او كده بس الاودي يعني مثلا في اول ساشن اللي هي في جريد تن انا ماخدتش بايولوجي انا كنت كنت مكررة انا مش مش هقدر اكمل في مجال ميديكل فكانت الحاجات اللي انا باخدها مع شغلي في البروغرامنج مع الجمالتك وكل حاجة كانت كلها لي علاقة ببعض يعني كنت باخد مثلا ماث وفيزيكس بعدين برجع اخد بروغرامنج فكانت كل حاجة يعني لينكت مع بعض فكانت الموضوع مش يعني مثلا اللي باخده في الماث ممكن لقيه كونسبت في البروغرامنج وهكذا واللي باخده في الماث ممكن يبقى كونسبت في الفيزيكس وكذا يعني طيب انتي الامة يعني برضو هم ممكن يقول لك طب ما تكملي في الاي جي بس يعني اللي تختاري جمالتك ان كنت تكملي برضو معاهم وانتي قريدي بتدرسي حاجة ريليتيد شوية بالموضوع ده حتى ازالوجيك هي كلها يعني عبارة عن تايم مانجمنت فانا كنت بمانج الوقت بتاعي كويس والجريتز بتاعتي كانت يعني كانت كويسة فكان ما كانوش عن دعو معترات كبيرة اللي انا اكمل في داو ده وانا يعني مثلا انا بحب افصل من حاجات معينة يعني ساعت بحب افصل من الدراسة فكنت بروح افصل من الدراسة افصل من الاتنين فاقعد اعمل اي كود او اي بروجيكت او اي حاجة يعني كله بيكمل بعضو في الاخر يعني اعم ما عرفتش افصل من ده مش عارف اعمل كويس فيه فكان لازم افصل بعد ارجع تاني بعد افصل من ده برضو بعد ارجع تاني لده فكلها ساكلمة بارده انتي بتعملي time management كويس time management كويس كنت بتعملي ازاي علشان لو احد برضو يعني بيسترقل مثلا مع انه عمده كذا حاجة بعمل انا كنت الاول حاجة كنت بحط priorities للحاجات اللي ورايا على حسب برضو ممكن ال deadlines وعلى حسب لو حاجة مثلا انا بتاخره في مذاكرة حاجة في المنهج او كده او لو بروجيكت انا بعملها على ديو ديت والتملين مثلا كان برضو على حسب بحسب الماتشات يعني مثلا أنا لأ أنا عندي ماتش النهاردة فلازم أخلص مذاكرتي قبل يوم تمرنت الماتش عشان تمرنت الماتش مثلا كابتبقى تقعد لوقت متأخر فلازم أخلص مذاكرتي عشان ما صهرش يوم تمرنت الماتش عشان أعرف أنام كويس واسحى بكرة الماتش ألعب كويس ونكسب إن شاء الله لأنها في الأول وفي الأخري هي تحديد أولويات تحديد أيها بالضبط وعلى أساسها كل حاجة بتتضبط كل حاجة تماما شخص هو مكس كبير فيه حاجات كتير قوي بس هل الأهل اللي كانوا بيساعدوا في هذا ولا كانوا بينفروا من هذا ولا كانوا محايدين في النص هي ماما كانت سوفورتف بالرزالت اللي بيطلع بس هو أنا اللي كنت بحب أبوش نفسي اللي أنا يعني أعمل كل حاجة أقدر عليها في كل فيلد يعني أنا بعمل في كل حاجة أنا بعملها يعني في التمرين وفي المذاكرة وفي كل حاجة يعني أنا طول عمي بحب مثلا أجيب أعلى درجات وبحب أحسن حد بيلعب في مركزي في التمرين وبحب أبقى أحسن في كل حاجة ولما بلاقي نفسي بأصر في حاجة دي حاجة بتبقى بتضيقني جدا فبحيقول بقى أشتغل على نفسي في النقطة دي بس ماما كانت أكيد بتساورت بتساورت الرزالت وكل حاجة وكانت بتتعمني بس أنا كنت ببوش نفسي لللمت بتاعي دايما الأشخاص اللي موجودين كانوا معنا في جمالتك كل واحد يوم كان دايما عنده فكرة دايما في التدريب أو لو حد كنشغل هنا إذا مايجور جوب حترا أو الكتاب عيدة عن بروجراميج دايما كان عنده فكرة معينة فأنا وصلت أن أنت كان عندك فكرة معينة فكنت إيه الفكرة لي أنا فكرتي كانت أن موقع جمالتك كان كله بالعربي فأنا كنت حابة نوسع الريتش بتاعنا لأماكن مختلفة غير الوطن العربي فكنت حابة أترجم السايت بالإنجليش وأنا كنت برضو فكرة موقف كنا في ميتنج مع الباشمهندس وأنا بقى إيه أنا زاد مني الموضوع جدا أنا قلت له إحنا نوسع الريتش بتاعنا إحنا نعمل فرع الجمالتك على الأمر كان يعني بيتكلمكوا على أفكار أو حاجة زي كده كان بيكلمني على أفكار وكنا نتكلم برضو على حوار الريتش وزي نوصل للناس اسم الجمالتك فأنا قلت له بس نعمل فرع على الأمر أكيد هيعرفونا هناك أو بالزرط طب نرجع بقى تاني للفكرة اللي هي بتاعت الترانسكريبت اللي هو أنا أترجم الحاجات هي أصلا جات لك إزاي الفكرة نفسها جات لك من أي يعني بدل ما نبقى بين تارجت فئة معينة الوطن العربي بس ليه ما نتارجت يعني ناس أكتر في بلاد أكتر في أماكن أكتر وكده فالإنجليش هي كانت يعني لغة وولد وويد ففي ناس كثير بتتكلمها وأنا شفت اللي أنا ممكن أترجم فعلا لسايت للإنجليش فحبيت يعني أتاكي الجوب وعدين برضو أنا كشخص أنا بحب أقرأ أورتيكلز أكتر من أنا بحب أتفرج على فيديوز لما بيجي أتعلم كونسيك جديد عشان بحثها يعني بتوفر في الوقت أكتر وبرتاح أكتر لما أقرأ أورتيكلز عن لما تفرج على فيديو فخليها نعمل لثناني وقرأ في فيديو شخص نفسك في أورتيكلز اللي عايز كده اللي حاس كده ماشي يروح اللي هو عايز طبعا أنتي ظهرتي في الفيديو بتاع الداتا أناليسس اللي موجود على يوتيوب على جنبالتك فخلينا نخد بالأبروتش بتاع الديسكشنز اللي كانت بتحصل وبينكو دايما كان فيه مشاكل أكيد بتتواجهوها وأنا عرفت أنتي كنت شاطرة جدا 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 وممكن كوني بتعلي على الناس اللي كانوا بيشرحوا لكو أو المهندسين اللي كانوا موجودين معاك أكيد طبعا هل كنت بتحلي الحاجات بشكل مختلف عن الناس ولا كنت بتحلي بالطريقة الترديشنل العادية ولا كنت بتتصرفي إزاي فلو مشكلة لو قابلتكو وانتو يعني بتحضروا أو انتو بتحلوا مشكلة معاك هو كانت أهلا حاجة في الانترنشيب صراحة أنه ما خدناش كل الكونسيط يعني ما خدناش كل حاجة وكان فيه لسه المجال اللي أنت تدور على الانفورميشن أنت لوحدك على جوجل أو على فدي كانت حاجة حاجة وفي إحنا لما كنا بنواجه مشكلة حاجة مثلا يعني كونسبت الباشمهندس ما شرحوش أو كده فكان كله بيسيرتش وكنا في الآخر بنوصل لحل نحل بي المشكلة دي على مطاريق السيرتين ومطاريق اللي ندور إحنا لوحدنا وكده ونكتشف باقي ونشوف مثلا شوية على جتهم على صايدز أو آين كين طيب أنت بقى أنت تحبي تاخدي يعني طريقة مختلفة أم عادي نحن نحل مع بعض ونحل بالطريقة دي فخلاص نحل بالطريقة دي هو على حسب إيه الأنسب يعني مثلا لو في طريقة حنحل بيها كلنا كلنا متفقين عليها بس ممكن تسبب لنا مشاكل في الكود لو نكملنا بيها فأكيد يعني مش حرضة لإحنا نحل بيها أو حاقترح الطريقة تانية هدور على طريقة تانية واقترحها وبعدين ممكن بقى يوافقوا أو حد يلاقي طريقة تانية ونحل بالطريقة دي وكده يعني مش لازم نبقى سابطين على حاجة لو مثلا حتسبب لنا مشاكل في الكود أو كده فطيما كان فيه فليكسيباليتي ان احنا نطلع طرق مختلفة حاجات جديدة اروح ندور براحتي زي ما انا عايزة ولاية طريقة معينا في حب اجربها فتطلع احسن فتطلع اسرع بالزبط طيب يعني بالنسبة برضو في ناس كتير بتكون شايفة ايه لا انت فكري بالشكل ده علشان تعملي موضوع كده فتلاقي ايه عارف انت اللي هما الهييترز على فكرة بانت اللي كنت عملتها كده كممكن تبقى احسن احنا ممكن نجيب نعمل زي يوتيوب فيديو او زي تيك توكس او كده عارفيني هو اللي بيجيب بيجيب الكومنت في الجنب و بيجيب الحد في النصه و بيرياكت الكومنت و يقول له لا على فكرة انا صحة وانت غلط و احنا ممكن نعمل كده و تبقى عاجة جامعة جدا و نطلع نقول طريقة بتاعتنا ازاي هي صحة او نزبط له او نزبط له بس هو عموما في البروغرامنج ما بيبقاش فيه حاجة اللي هو صح مية في المية او غلط مية في المية و بيبقى كله على حسب انت بتعمل ايه في الكود يعني مثلا مش كود روبوتكس هيبقى زي كود data analysis فده اكيد ده حاجة وده حاجة وده الصح بتاعه وغير الصح بتاع ده فالطبع مختلفة على اساس انت بتعمل ايه اصلا ايه في الاخر concept و احنا في الاخر حنا problem solvers يعني احنا بنحل مشكلة بتحل على حسب المشكلة فاكيد مش كل مشكلة ليها نفس الحل يعني اللي هو اللي الراجل في الكومنس بيقوله اكيد اكيد طيب لو فيه بقى حد لسه عايز يبدأ يتعلم بروغرامك سواء صغير او كبير تحبي تنصحي بايه وهو لسه باسم الله الرحمن الرحيم كده انا هبدأ هو يعني اكتر حاجة ساعدتني اللي انا مستسلمش لو ما فهمتش لو ما فهمتش concept وحاول مرة والتانية والتالتة وعادي لو ما فهمتش واللي جنبي فهم واللي جنبه فهم واللي في قصيوت فهم وكله فهم المهم اللي انا اكمل حد ما انا افهم وليش دعوة بالناس اللي حواليه وخليك خليك ولو انت عايز بجد يعني تقدر تعمل اي حاجة انت عايزة طيب انا اللي خليني اصلا اجرب مرة واثنين واثلاثة انا ممكن في النص احبط او ده لو انت عايز لو انت عايز يعني لازم يكون عندك يكون عندك طموح اللي انت تكمل وعلى اساس الطموح دي هتلاقي نفسك يعني اللي بتوجهك مش بتوقعك بسرعة يعني كله كله بالباشن بتاعك وانت عايز تعمل ايه طيب تفتكري في حد عنده الباشن ان هو يبدأ وهو عنده طموحه وكل حاجة يفرق مثلا ان هو ياخد الكوركورس في جمالتك عن اي مكان تاني ولا ايه طموحه كله في الاخر سيبرو جرامنج وهي نفس الكونسبت فممكن اتعليمها من اي مكان هي الميزة في الجمالتك عموما ان هو بيوريك تبدأ منين وحتفنش فين يعني انت لو مش عارف انا عايز ابدأ في البرمجة وعايز اطلع مبارمج جامد وكل حاجة بس انا مش عارف ابدأ منين فالجمالتك الميزة فيه اللي هو بيوريك لا انت تبدأ من هنا وحتفنش هنا لو عايز تبقى كذا تفنش هنا لو عايز تبقى كذا تفنش هنا فده بيوريك يعني بيوريك الماب بتاعتك كبروجرامر عموما يعني انت تلخيصة للكلام ابدأ واجرب كتير واخد الخطوة في المكان الصح لو انت عايز ده ده لو انت عايز لو انت عايز يعني ما اظنش ان في حاجة هتوقفك بس لو انت عايز وبجد عارف دايما فيه ناس بيشايفين ان الشغل او ان انا اخد ستيب حياتي بشكل عام دايما بتكون بعض التخرج وانه ده بقى السن المناسب ان انا اخد فيه خطوة سليمة بس انت بدأ دي الموضوع بدري جدا يعني 16 سنة نعم من قبل كمان من قبل كمان وتبدأ حاجة زي كده فهي اكيد كانت حاجة فيها عالية جدا فانا حابب اعرف عن احساسك كان عامل ازاي؟ وقت من انت كنت بتشتغل ايا اكتر حاجة كنت بتحبيها ايا اكتر حاجة كنتش بتحبيها يعني كلميني كده عن الفترة دي او او اكتر حاجة اول حاجة اكتش بحاجة بقى انا ما حابش اصحاب بدري انا بكره بكره السحيان بدري بس يعني لما كنت بروح وبروح الشركة كنت بصت او استروح بس كنت بحس برضو انا عارف ال VR تحس ان انا مرتكبه VR و بالعب وورك سيميليتر و اصور للناس على ميوتيوب ازايكم يا جماعة انا النهاردة اننا النهاردة بنا نشتغل نلعب وورك سيميليتر بس كده بستهوا كنت شعرت لا يعني ان ما وعد في مييتنج مثلا او حاجة انه هو يعني انا بحاول اياه بعض ثانية مع نفسي بستوعج ده هو لأ أنا عندي 14 سنة وكنت قاعدة في ميتنج مع مهندسين وكده لأ ده شخص مهم جدا ده كان يعني أكتر حاجة كنت بحستها لما كنت بشتغل في الجمالتك بس يعني طيب يعني أنت فجأة دخلت في الورك انفيرومنت دي ما كنتش حاسة أن أنت أنا صغيرة أو يا الكلام ده لأ بس هو الانفيرومنت حواليه كان فرندلي جدا وهم ما كانوش يعني لأ دي عائلة بما تسمع ليش لا بيدقوا أي كلام أو كده لأ هو كان يعني لما كنت بقول حاجة كنت بحيث أن الناس بتسمعني فكذي كانت أكتر حاجة مطمئنون يعني أن محدش حيتاريق علي ويقول لأ بص دي بتقول إيه بص دي عن ده كم سنة بص دي عن ده كم سنة بتقول إيه وكده كنت حاسة يعني لأ ده سيف الانفيرومنت ولما أتكلم الناس هتسمعني ولو عندي فكرة ممكن تاجب الناس وبيبقى عندهم ايه بالزبط ويبقى عندهم الابلتي أن هما ما يشوفوش لأنا مثلا إيه صغيرة أو كده ويسمعوني برده يعني بيجنور السن تماما وبيعملوني كأنني كاني قدهم تقريبا يعني فبيسمعوني بيسمعوني وبس كده انتي نورتنا النهاردة في جي كاست في جمالتك طبعا واشكرك جدا على كونفرسيشن دي كانت كونفرسيشن أكتر من لطيفة جدا نورتنا في جمالتك شكرا لك يا ماي اللي شكرا اللي شكرا اللي شكرا